عقد مجلس أمانة العاصمة جلسته اليوم حيث وافق على تغيير عدد من التصنيفات في مختلف مناطق المملكة بناء على حجم المساحة وخصوصيتها هذا وأعلن مجلس أمانة العاصمة في محور الجلسة عن تفعيل برنامج إلكتروني ليحقق السهولة في تواصل المواطنين والمقيمين مع الأعضاء البلديين في المجلس توافق في الرؤى واهتمام متقاسم يقضي بإعادة التغيير والمتابعة لإصدار القرار في منهجية نقاش أعضاء المجالس البلدية على المقترحات وطلبات المواطنين يتخذها كقضية تعيها النظرة الوعية لسرعة التحقيق والإنجاز وأن لا تكون حبسة الأدراج كالموافقة على تصنيف عدد من العقارات في منطقة سند وتوبلي وتحويل طريق بمنطقة القضيبية إلى شارع تجاري شارع في القضيبية كان غير مصنف تجاري اقترحنا بتعديل الشارع لأنه بحكم وجود أكثر من 70% محلات تجارية قد يكون في خطأ كان سابق لكن لا بد تصحيح فلذلك احنا طلبنا أن يتحول إلى شارع تجاري على ضوه هذا القرار سوف تقوم اللجنة الفنية بدراسة كل الشوارع شبيهة لهذه وهي إقامة محلات تجارية على شوارع غير معتمدة تجارية لدراسة هذه الشوارع وتحويلها واعتمادها إلى شوارع تجارية الشغلة الثانية هو السماح بفتح برادات صغيرة وميني ماركت داخل البنايات اللي فيها أكثر من 40 إلى 50 إلى 80 شقة وبالتالي تشجيع له الاستثمار إيجاد له مصادر دخل أيضا إلى أمانة العاصمة ضمن الأهداف الاستراتيجية أجمع الأعضاء على تفعيل برنامج تواصل كأحد برامج البلدية الإلكترونية لسهولة الإبلاغ عن أي مخالفة أو مشكلة بلدية أو لتقديم مقترح بالشان البلدي نحن في مجلس أمانة العاصمة حقيقة ومنذ دور الإنعقاد الأول كنا في لقاءات مستمرة مع الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة الإلكترونية لطلب إضافة مجلس أمانة العاصمة لهذا النظام حتى يتمكن مجلس أمانة العاصمة من التواصل مع المواطن والمقيم استقبال الشكاوى والمقترحات وتقوية روابط الشراكة المجتمعية فيما بعد وافق أعضاء المجلس على الإشراف الهندسي للإضافات الصغيرة شريطة أن لا يكون هناك عبء على المواطن والبحث في الخيارات التالية كتحديد سعر الخدمة ومنح رخصة لمهندسي الأمانة والبلديات وتوفير كادر في الأمانة والبلديات لمنح التراخيص الإنشائية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين